اشتركوا في القناة اي حاجة زي كده؟ ده مبرر كافي جدا على فكرة جدا لان الموضوع اصلا تافى يمكن بالنسبة لي انا مش تافى يوسف يا حبيبي للمرة المليون انت الرجل الوحيد اللي انا حبيته في حياتي انا مش طلبت مني اكتطاعي مع الوديا للابد ما هو ده اللي حصل فعلا دي اول مرة تحصل مساعد ما تجوزنا واخر مرة لا مضمنش يعني افرد مثلا انا روحت المرة مفردش ده كان اتفاق وانتي وعدتيني يوسف هو انت اللي بتتعامل معايا مثلا زي ما تكون كان فيه بيني وبين خالد قصة حب في وزيقه وخلصت خالد ده ابن خالتي انا عمري ما بسطله على فكرة امره ما عجبني مش ستايلي اساسا بس انت عجبتي نفسي اعرف جبت المعلومة دي منين المعلومة دي انا متأكد منها زي ما انا متأكد من انت عاد قديم دلوقتي معلومة هات شو غلط روح اسأل سارة سارة اختك دي انتمتي عارف عني كل حاجة وبعدين بالعقل خالد ده ابن خالتي يعني سنين عمر عدت علينا واحنا متربين مع بعض معقولة عمري ما خدت بالي انه بيحبيني عمره ما جيه قالي مارحش طلبني من بابا كل واحد عنده واسبابه بقى يعني ايه؟ يعني كان لازمت تقوليلي انه جيه عيد الميلاد ده جيه قعد دي اوحدة يعني هو اللي اتبرع و جيه قالك انه هو جيه ما قالكش انه هو جيه ومشي هاتوري امه هي اللي اتبرعت وقالتلي اللي امرها ما دب منك لله يا مرفضة وقالك ايه بقى بسلامت له مجافك بعد السنين دي كلها؟ قال لي؟ ويقولي انا ليه بالذات؟ طبعا ما قاليش حاجة اولا قالينا كلنا البيت كان مليان ناس ما قالش حاجة مهمة يعني لا افتكرت هو قال انه هو بيحب مراته جدا وما اقدرش يعيش من غيرها وما اقدرش يستغنع عنها وده السبب المشكلة الاساسية اللي بينه وبين امه كويس هو ايه ده الكويس؟ كلام؟ يا رب بس يكون حقيقي يوسف على فكرة انا مش عجبني خالص طريقة كلامك دي ومش مرتحلك وبعدين انت كده بتخوفني منك بخوفك عشان بحبك وعايز احافظ عليكي هو فيه حد بيحب حد وعايز احافظ عليكي يا يوسف انا مضغوطة خلقة ايه اللي ضغطك؟ مضغوطة علشان بحبك علشان بحبك وعشان عملت كل حاجة عشانك يوسف انا سيبت شغلي وسبت حياتي ومستقبلي علشان عايش معك في دونيتك انت وبرضو مش عاجبك طب انا اعمل ايه تاني؟ عايزك تكاوبيني بصراحة انا عمري ما كدش صريحة معيك؟ انا عمري كدبت عليك؟ باباكي او اخوتي او اي حد في اليلة عندك يارف السر اللي بنا؟